فكرة أن هذه الأحزاب الشعبوية الجماهيرية القومية ليس يديها برنامج حقيقي للتنمية أو للإدارة هي فقط تخاطب الشعوب بما يريد الشعب أن يسمعه إيطاليا أولاً، فرنسا أولاً، هولندا أولاً ولكن هل لديك تفسير بأن هذه الأحزاب تنمو وتكبر وشعبيتها تزداد ساعة تلو الأخرى في هذه الأيام؟ نعم، التفسير هو أن الاتحاد الأوروبي يواجه عدة أزمات وعجزة عن حل هذه الأزمات وعن تقديم ردود مناسبة للمواطن الأوروبي نلاحظ أن الأحزاب الشعبوية موجودة من عدة عقود كانت أقليات، كانت تتقدم بشكل هادئ نرى حزب التجمع الوطني الذي كان في فرنسا الجبهة الوطنية قبل ذلك رابطة الشمال في إيطاليا حزب قديم فإذا هناك في هولندا الحزب التجمع من أجل الديمقراطية الذي يتقدم كما رأينا في الاستطلاعات اليوم هو حزب جاء على أنقاض أحزاب عديدة متطرفة كانت موجودة في هولندا إذن تقدم الأحزاب اليمينية أو القومية هو تقدم بطيء ولكن تقدم واثق لماذا؟ لأن الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات الأخيرة واجهة أزمة مالية، واجهة أزمة وجودية، أزمة بريكسيت على سبيل المثال واجهة أزمة الهجرة، واجهة أزمة منطقة اليورو مع اليونان وعجز في كل الحالات عن تقديم رد مناسب فلدى الشعوب الأوروبية شعور أن الأحزاب التقليدية فشلت في تقديم شيء ينتصر للقيم الأوروبية أمام هذه الأزمات الأحزاب المتطرفة تجد تربة خصبة وتتقدم وتقيم الحملات، تؤسس حملاتها على الشعور بالخوف يعني دائما يعطون فكرة أنه الاتحاد الأوروبي وهذا شيء مشترك بالنسبة لكل القوميين الاتحاد الأوروبي سيتم اشتياحه من قبل المسلمين الاتحاد الأوروبي سيتفكك الاتحاد الأوروبي خاضع، الدول الأوروبي خاضعة لسيطرة بريكسل وليست لها سيادة، الدول ليست لها سيادة على حدودها وعلى قرارها الوطني كل هذه الأمور تخاطب شعور المواطن الأوروبي في موطن الخوف ولذلك نرى أن هذا الخطاب بات حالياً في ظل هشاشة الوضع بات حالياً أكثر قبولاً لدى المواطن الأوروبي ومن هنا الخوف في أن هذه الأحزاب ستحقق رصيد تاريخي في البرلمان القادم يعني عندما نتحدث عن 200 مقعد هذا شيء غير مسبوق في تاريخ البرلمان الأحزاب المتطرفة سيكون لها قدرة على الضرر صحيح لا تملك القدرة على الحكم أو على إدارة دفة الأمور ولكن في البرلمان القادم إذا صدقت التوقعات والاستطلاعات سيكون لديه القدرة على الضرر خاصة أن أصوات الناخبين جاءت من أين؟ جاءت من تيارات تقليدية نرى أنه على سبيل المثال تيارات تقليدية بالبرلمان الأوروبي عادة الديمقراطيين المسيحيين والاشتراكين نأخذ على سبيل المثال الاشتراكيين في غالب الدول الأوروبي تعرضوا لنكسات في ألمانيا في فرنسا في إيطاليا فإذا ضعف المجموعات التقليدية سيقوي الانفصالين أو سيقوي قوميين ولكن هل يستطيع القوميون أن يؤثروا في القرار؟ هذا سؤال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر